موسيقى 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 لكن الفيروس طبعا بمفهومه أنه أصاب العالم كله أجمع وليس أصاب مصر على وجه الخصوص طبعا كان مفروض طرد أنه أدام فيه عدوه زي ما بيقوله موجود ليس له أي نوع من العلاج ولكن لابد من وجود إجراءات احترازية للوقاية أو على أقل حاجة للحد من انتشار هذا الفيروس طبعا بكل تأكيد جميع الإجراءات الاحترازية وده ليست برأيي ولكن بمفهوم منظمة الصحة العالمية أنه جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذت كانت على الوجه الأسلم والوجه الصحيح لا مبالغة في ذلك ولا أنه نقدر نقول أن هناك إجراءات تم تأخذها عن طريق الوقت المتأخر بل بالعكس نحن كنا من الدول المتقدمة جدا لخدت الإجراءات بتاعتها قبل ما يتفشى هذا المرض فيه استباق فعلا للإجراءات فيه ده اللي خلينا نحن دقائقين شوية الحمد لله بأريحية وفيه شيء من الإطمئنان وده ما يمنحش برضه اللي هو قليل من خوف الكثير من الأمان يعني وده اللي كان بنجاوب عليه أنه المواطن المصري ليه اهتمام جدا في دولته يعني كان سئلة تقال قبل ذلك أنه المواطن المصري لا قيمة له والمواطن المصري ما فيه ما بندرش أن احنا نحافظ عليه ده بالعكس إذا احنا ضحينا بإجراءات كتيرة جدا على سبيل شركات الطيران وقف وقفت وتم يعني وقف نشاطها وبهذا أن احنا لو بصنا في هذا المنظور خسارة كبيرة لإجراءات الشركات إضافة للأخرى بقى المؤسسات وهيئات أخرى كتير لكن خليني أنتقل لحضرتك وأقول لك طبعا هذه الإجراءات ليست هي الكافية لوحدها من الإدارة السياسية أو دارة القيادة الدولة لا بد من التعاون وتضامن الاجتماعي والمدن في جميع دور المجتمع المدني كله فيه ذلك يعني بمعنى أصح مش هيبان هذه الإجراءات كلها إلا ما المجتمع أنا وأنت حضرتك وكل جميع الأجماء تبتدي أن هي توجه نشاطها في ذلك لا هي منظومة النجاح لا هي منظومة النجاح أولا أصحيح الحياة عموما طبعا والمنظومة النجاح هي عبارة عن ترس فكل ترس بيوصلك للتاني وكل خطوة أدم بتوصلك للتاني حتى الآن الأوان للتكاتف كما يجب والتلاحم كما يجب والالتزام كما يجب صح؟ ولكن لابد أن يكون هناك استراتيجية لابد أن يكون هناك عملية تنظيمية ما يباش عملية عشوائية يعني يبقى في عملية بمعنى أصح ما يباش فيه سباق على حاجة غير منظمة لابد أن هو يكون فيه تكافل اجتماعي منظم ويستحق لذلك يبقى يكون فيه نظرة حقيقية لهذا لابد أنه يكون يعني جميع الإجراءات لابد أن نتأخذ عن طريق التشاور وعن طريق التضامن يعني هناك خطوات أخرى كثيرة لابد أن هي تكون في عملية تكامل فيها على ذكر كلمة المكان الحيوى هذا المنفذ الحيوى جداً من المطار أهم الإجراءات الاحترازية المفترض يعملها المطار في الفترة دي هو أصلاً القناة الشرعية لنقل البضايع والاستراد والتصدير والركاب يعني مكان حيوى جداً ومنفذ رسمي وبالتأكيد فعلاً كلام حضرتك مظبوط أنه فعلاً تم عملية التحقيم لبعض الهناجر الصيانة وأنا متابع ذلك تم تعقيم جميع الطائرات بذلك لكن دعني أقول لحضرتك بقى الإشكالية أنت وقفت زي ما بيقول انتقال العدوى من الخارج إلى الداخل لكن دي المرحلة الأولى لكن جعني أقول بقى حضرتك المراحل المتتالية أنت هنا كشركات طيران بدأت أن هي تعمل كده وعن طريق طبعاً دعم القوات المسلحة وعن طريق دعم الحكومة كلها أجمع في ذلك يعني على سبيل المثال الطمأنينة للموظف العام أو الموظف في الهيئات والجهات أنه في راتبه أو في كذا أنه أداله أجازة وطبعاً دي أجازة مدفوعة الأجر وده حاجة طبعاً يعني أكون صريح مع حضرتك جعلت الاطمأنينة في قلب المواطن المصري إننا لي سند إننا لي سند إننا لي سند حتى على مستوى مرضو يعني أهلين عظماء مصري دايماً بنسميهم اللي هم الفلاحين والمزارعين بيقولك أنا لي عزوة مش خايف من اللي يحصل هو بالمعنى بالمعنى طبعاً في طرق تنظيم الأكبر بالمعنى جميل جعلت من الهدوء الهدوء النسبي ولكن فيه طبعاً تخاوف في داخلنا جميعاً وكلنا بنبتدي إننا نعمل إجراءات احترازية لذلك نقل نقل العدو لكن جعلت طمأنينة إنه هو إن احنا هنا أبص على الموقف إن أنا أكون متضامن مع حكومتي مع دولتي صح أنا شاد اللي أنا هدفي وسؤالي بتكلم على السند والعزو موجود في المؤسسة كمؤسسة ودولة وده حق الناس على الدولة وحق الدولة إن هي برضو تقف ده وده وقفة بالفعل لكن بتكلم على بعض القطاعات الخاصة بعض الناس هنا التعميم خطأ يعني للأسف ما أمشي بالواجب كما يجب أن يكون بدأ يقلل أو يسيب يخلي يجيب ناس تشتغل ويقلل المرتبات طب يحصل عشان نتكلم بس بشفافية وقوة حضرتك طولين الناس دي أنا بكلم بقى مواطن مصري متعايش وعايش معانا الأزمة والله يعني يعني أقول لحضرتك حاجة طبعا طريقة البس وطريقة الإجراء الإجراء الاحترازي اللي اتخذته الدولة نحية الجهات الحكومية والمؤسسات ده طبعا بلا شك فيه ده ده ما فيش أي فيه نقاش لكن دعني أقول لحضرتك أن الإشكالية عندي بتقوم في الأعمالة طبعا الغير منتظمة أو العمالة اللي هي بتعتمد على اليوم الواحد في عملية الأجر دعني أقول لحضرتك برضو أن ينعمل حكومة تجهد إليها ولكن لكن ليس هو الاتجاه الذي يشمل جميع اللي هي لابد من التعاون الجهات التانية وده يمكن المحور الأساسي اللي احنا يمكن تكلمنا فيه قبل بداية الحلقة مع حضرتك يعني خلينا أكون صريح معك وأقول لك أنه جميع الجهات الحكومية أو الموظف أو بشكل عام مش متخاوف أو متخاوف أنه نسب أنه المرض فبيبتدي أنه يطيع جميع الإجراءات الاحترازية وأنه في جلوسه في البيت وأنه خلاص فيه راتب معاه وفيه أنه ماشي بخطوة يمكن إذا كان هناك ضرر بسيط في هذا لكن ليس هو ضرر الكامل له لنحية أسرته لكن دور المجتمع المدني هنا دور الجمعيات دور الأحزاب إيه هو دورهم هنا طبعا أنا طبعا مش أقول أسماء أحزاب لكن أنا شفت أنه في بعض الأحزاب اللي هي بدأت أنها يبقى لها نشاط ولكن ليس كان نشاط أنه مدروس باستراتيجية بمعنى أصدر في عشوائية في التفعيل والتنفيذ وده وده ما ندرش نقول عليه كسور من ناحية الحزب عشان برضو أكون صريح هو مش ملزم هو التزام أدبي عليه أكتر ما يكون قانوني فبالتالي يعني يتصرف كيفما ترى أليف أنا طبعا المقصد بتاع حضرتك أتفق معك لكن المقصد اللي أنا أصدي فيه أنه هو التوعية الشملة اللي كانت مفترض أن هي توصل لجميع الأحزاب على مقاومة هذا الفيروس ما كانتش زي ما بيقولوا كده بداية وصلة بطريقة صحيح بمعنى يعني كان هناك حزب بيعمل عملية انتشار منشورات للتوعية لكن هذه انتقال المنشورات انتقالها للأفراد قد يسبب هذا صح فلابد أن هو يكون عملية منظمة لابد أن يكون عملية استراتيجية بفاهم أنا بعمل إيه صح برضو أنا وجدت أنا يمكن حبيت أن أنا أدي لحضرتك بس بعض الملحوظات والإشكاليات ممكن حضرتك نتناقش فيها ونبتدي أننا نحلها برضو برضو فيه بشيء بصيت أننا لقيت بعض الأحزاب أن هي بتعمل عملية التحقيم هل هناك المادة التحقيم ديت تبقى للمواصفات ولا اكتهاد ذاتي ولا إذا كان هناك عشوائية في ذلك إذا كان هناك عشوائية في ذلك فنحن هنا بنقصد الروح البشرية وليس نقصد بالوقاية من هذا الفيروس خليني كنا صريح معاك طبعا العملية العشوائيات إحنا عايزين نتخلص من هذا المفهوم إذا كنا طبعا إحنا في مرحلة بناء خلينا 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 نتكلم بصورة شاملة إحنا في مرحلة بناء فالمرحلة بناء لازم يكون يعقبها عملية استراتيجية عملية فكر تمام إحنا فيه روح عندنا كلنا وبنبتدي إن إحنا نجري وبنبتدي إن إحنا متخوفين وعايزين نعمل أي حاجة مساندة للدولة ولكن لابد أنك تكون العملية مساندة للدولة عن طريق استراتيجية عن طريق فكر يعني ممكن يكون ده هو الاستثمار الأمثل للمحنة بالضبط إنك تراجح حساباتك وتشتغل بطريقة أكثر تنظيما ولو كان فيه عشوائية مثلا في سلوكيات معينة أو إدارة معينة لأي أزمة لا تراجع برضو تاني خراراتك وتعيد طرحها تاني بشكل منظم تمام كده أنا متفق معك تماما حول العملية إلى طاقة إيجابية استفيد من هذا الموقف إلى طاقة إيجابية عن طريق بقى الأسرة المصرية نفسها اللي هي الأسرة المصرية المفترض إن هي تكون استفادت الإفادة كاملة بهذا التقرب الأسري التقرب الأسري طبعا حضرتك في الآوينة الأخيرة كان مش ناخده بقى من النحاة التانية يقولك ده بداية نكد وقعد في البيت زي يعني بيقولك أنت محتاجة جوزك يقعد معاك وبتشكي إنه هو بره بره طب وأعاد لك عادل هو طب تحملي بقى بالضبط اللي ناخد الإجراءة الاحترازية يعني الإجراءة الاحترازية أنت المفترض إنك أنت دولة تستفدت منه يعني عدت الموازين بتاعتك عدت الاستراتيجية بتاعتك ما نقول لك بداية من الأسرة المصرية الأسرة المصرية لازم تكون بدأت إن هي كمان يكون تحصل السلبيات تحولها إلى إيجابيات أنت استفدت منه في الفترة دي إيه لأن فترة لابد إن هي نتفق تماما أن إحنا التجاء إلى الله أولا أولا لابد إنه طبعا المناشدة كانت على الفيس والإشعاعات التي لا ليس لها صحيحة إن إحنا لابد إن إحنا نبتدي إحنا نفهم منه بقى طبعا كان في مواجهة صريحة من الدولة المصرية بالرؤية الرؤية الشفافية الرؤية الظاهرة وتم وده طبعا نتضح ليك إن كده ما تبتديش نحن نتجي إلى الإعلام الغربي ونقول ده الإعلام الغربي بيقول كذا أو قناة السين أنا مش عايزة أقول أسماء ولسه على فكرة أنا برضو ببص يعني أنا متابعة جميع القنوات في كده في قنوات لغات الآن ما زالت ما زالت إنها تحكس نهج وهدف وخطة مش هيتخلى لها مثلا في فترة هدنة على شخطر الأزمة العالمية اللي فرضتنا في سالة الناس دي عندها هدف أسماء وأكبر من إن هي تقف لا هتحارب يعني هتحارب كل ظروف في كل الأوقات وفي أي مكان إذن إذن مفترض إنك أنت تحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية دلوقتي تعرف فعلا خلاص ما فيش باعتش باعت إننا نقول لا ده خلق ما تسمعش القناة اللي لا أنت أنت من نفسك شفت خلق أنت نفسك شفت شفت إلي حصل في إيطاليا شفت إلي حصل في أوروبا شفت إلي حصل في أمريكا شفت إلي حصل شفت إيه بالزبط شفت دعاء نفسه في المسجد الحرام ليه أثره إزاي صحيح كنا بنقعد نتكلم نقول بيدعو في المسجد الحرام شفت إن ربنا قادر في ثانية إن هو بيعمل لابد إن احنا نعيد الموازين إلى الأصول بتاعتها لابد إن كنت تعيد ده بالنسبة للأسرة المصرية ولكن جعلني بقى أرجع إلى نقطة الإشكالية في العمالة الغير منتظمة والعمالة اللي هي بتعتمد على اليوم الواحد نفسها حتى يمكن هي طبعا في نفس المفهوم لعمالة غير منتظمة لكن العمالة اللي كان بتعتمد على اليوم الواحد نفسه وهي وتقدر تكمل بعد كده أنا كنت طبعا في تصوري إن يحصل عملية التضامن الاجتماعي تضامن الاجتماعي بجميع فئات المجتمع طبعا خليني أقول لحضرتك حاجة أنا بشوف إن في ناس تقول لي أنا خدت 20 أسرة خدت 40 أسرة عملتلهم اللي هو سباق الخير كده ده حاجة جميلة حاجة كويسة حاجة كويسة ما احنا اتفقنا بل كده كل الكلام ده جميل جدا بس ليه ما بيكونش عملية تنظمية بتنظمية عن طريق وزارة التضامن صح ليه ما يكونش عند الفئات المستحقة أو نختلق مؤسسة حاليا تدير الموضوع بشكل في السيستم منظوم أنت عند حضرتك إذا كان في الكرة إذا كانت الحياز الأراضية تقدر تعرف إنهم كارت الفلاح تعرف منهم الفلاح اللي هو يستحق أو لا يستحق تقدر تعرف تقدر تعمل عن طريق وزارة التضامن نفسها بيانات اللي هو البطاقة التموينية نفسها دخله كان العملية التكنولوجيا نفسها قدرت أنك تتحدد لك الفئات المستدفة ارجع لهذا خلي فيه تضامن فيه تضامن بينك وبين وزارة التضامن فيه بينك وبين المؤسسات عملية تنظيمية بحيث أنك أنت هتقدر تعرم الفئات المستدفة وبحيث أنك أنت تعرف أنه طبعا رجال أعمال أنا مش بناجد رجال أعمال ولا حاجة لكن أنا شايف أن رجال أعمال فعلا وفيه ناس كتير أوه كتير وفيه مواصلات وفيه مواصلين بيبتدوا أنهم يضخوا لكن خليها العملية تنظيمية بحيث أننا بالمفهوم اللي هو الصحيح خليني أوصل مش لعملية لإشهار تضمن وصول عطاياك أو هدية بتاعتك لصاحبها يباش مثلا فيه حد خد مرة واثنين وثلاثة بحكم تغليب اللي هو عارف حد أو واصل لحد أو حد مثلا بيوصل له الحاجة دي موجود وحد تاني محروم منها خلص كمان فكرة زي ما حضرتك أنا بأكد الكلام الجميل لحضرتك بتقول منا عندي داتا أصلا نتعامل بيها بالضبط استفيد 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 بالبيانات استفيد بالبيانات هذا وزارة استفيد بالبيانات أنت عندك خلاص الرقم أنت عندك كل حاجة عندك جميع البيانات استفيد بهذا إذا كان أنت بدأت تعمل التعليم عن بعد مش هذا يعني هو جه لحظة حدوث الأزمة تم وتفعيله بالفعل في خلال مفيش ومزيد التعليم قال أننا هنستغل فعلا هذه الفترة أننا نمشي على هذا السياط يعني هو كنا عايزين الحتة ديت عايزين نقطة فاصلة أننا أنقل من مرحلة لمرحلة احنا مش كنا فيه فئات كتيرة جدا بتكلم على التاب بالنسبة للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي لكن أصبح ليه فعليته الآن صح طلبة الجامعات بدأت أنها فعلا يبقى عملية على اللينك يبقى فيه لينك اليوم ويبتدين فيه محاضرات للجامعات بهذا المنظور هتبتدين أنك أنت هتكون دولة حديثة أنت حضرتك في الظل الأولى الأخيرة كان فيه بعض القوانين الكثيرة للنسبة للاستثمار وعملت المنتج المحلي ونشدت المنتج المحلي إزاي استفيد من هذا أنت عندك دولة يا حضر أنت قافل على نفسك استفيد من منتج المحلي طلع عن منتج المحلي بتاعك طب أنت عملت الاستثمار بتاعك وعملت فيه في قنون 72 وعملت قنون عملت بمهوض نوع من حزمة من القوانين اللي كنت فيها بتعمل فيها الدعم لإنتاج المحلي عشان تصدر المشهد ويتراجع الاستراد أكتر وأكتر ووفر عملة صعبة ونوفر ونشجع لعماله أظن جاه هذا الوقت في هذا في هذا التوقيت الأحزاب اللي هو أنت طبعا عندك في الأحزاب فيه حاجة اسمها أمانة عامة وفيه الأمانة المركزية والأمانات اللي مركزية وعملت التواصل استفيد خليها بينها وبين المحليات خليها بينها وبين الأحياء خليها فيه عملت التواصل استفيد بهذا استفيد بهذا في النقاط دي كلها عملت التواصل يعني أنا شفت فيه طبعا يمكن كان حركة ما علينها شامش عز أقول أسامي لكن بعض الأحزاب إن هي فيه موضوع صرف المعاشات بقدت إن هي تعمل عملية تنظيمية في المدارس إن هي تصرف المعاشات إزاي في المدارس خلي العملية تبقى العملية منظمة بشكل هو العموما التنظيم والشغل بسيستم ونظام هو اللي بيأصلك لنجاح أكثر نتيجة أكبر كمان ضامن إن كل حاجة بتاعتك وصلة لمكانها وهو ده الإطار العام لمؤية مؤسسة اللي هي يكون إن شاء الله تعالى يا رب قوامها النجاح دايما استمتعت بكلام حضرتك واستفدت كتير وكتير بإذن الله وربنا يكتب لك النجاح وتشرفت بوجودي معاك شخصي يقيمه وقامه محترم كل تحيات أدير لضيفي الكريم دكتور علاء العناني محكم وخبير في دراسة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي واستفدنا منه إن إحنا التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم عنوان نجاح لأي مؤسسة وإحنا دولة مؤسسات وإن شاء الله تعالى ربنا يحفظ مصر أرضا وشعبا إن شاء الله بعد الفاصل نستقبل تالت فقرة حوارية في ساعة الخير ساعة صبحي